مشاهدي قناة ألوانكم مرحبا بكم مرة أخرى تقم ألوانكم الآن أرحل وارتحل ونتنقل لدار ميمي لودا ميمي لودا طبيعة الحلق قصتها لأثارت ضجة وسط التندانس المغربي ديال اليوتيوب ميمي لودا قصتها لأثارت الكثير من الناس والآن كان لديهم الكثير من الغموض في هذه القصة الكثير من السؤالات لديكم من يومنا نجاوبو عليهم على لسان ميمي لودا التي ستعود لنا القصة من الأول ونتقرب منها أكثر ماذا هي ميمي لودا وماذا هي المشكلة التي تقوم عليهم؟ تقوم معنا ميمي لودا السلام عليكم مرحبا بينا عندك اليوم احنا الآن في منطقة سيددي مرحبا بكم ومرحبا بطلبة جيتوا والله يكتر خيركم حيت جيتوا عندي وراه فرحت حيت جيتوا عندي والله يكتر خيركم نعم منطقة لدينا اليوم صعوبة لنجدك ونعرف القصة التي سمعتك المرحبا نرى من الأم التي كتبتك المرحبا من قصها وميمي لودا الأمنا كان نحسينها فيها في وقتها أنت المرحبا أن تتعرف الناس كثير منك والناس التي لا تعرفك كثير منك هروا كيف يشاهد فيديوهات ومشاهدوا شيء مشكلة المشكلة هي نعم أنت تكونوا الناس وابقوا كي يقولوا شي كلام اللي ما هواش لواه ما ربيتهم مش لوااش تبنيته بنيت تبنى ولعنتي وحدين كي يقدسوا عندهم وهذا وانا ولادي خدمت عليهم في الحمال عندي اربحة اربحة معها اطلقت من واحد الراجل وعندي ثلاثة وهذا وهذا وديل عندي دبا حنان وزهير وهذه اللي خرجت وطريق وخدمت في الحمام وخدمت في الشراء دي وصبنت العيالات ودقيت الحنان للعيالات وقلت فوجه ولادي ما خليتهم حتى الحاجة تنسبح في راسي ونوكل ولادي كان كسي ولادي ونخلي راسي في التالي مشو طعنوني ولادي ومشو كي يقولوا لهم ما درت الناش ما فعلت الناش ما تركت الناش ما خدمتش علينا حتى حاجة مشو كي يقولوا هاتش في اليوتيوب يعني قدام ناس قالوا هاتش في اليوتيوب ولا اسميتو ما انت راسي شافوا كل شي الناس وطراء وقافيا حاجة ما انت الفيديو لا ما عندي فاش نشوفه ما عندي هذا حيث ولدي درم لماذا ولداتك يخرجوا من بعد ما كبروا ومن بعد سنين كاملة ويقولوا هاتش في اليوتيوب ما نعرف ما نعرف ما نعرف شكو اللي يدفعهم هاتش هاتش على حسب حيث زوهير جاء واعتدروا هذا راه قال لك هو غير مغير مقدم هاتش عمينو دا وليداتك خرجوا وقالوا ديك الاغضر على الام ديالهم ما فهمت انا يا الله ما فهمت شو واحد اللي يدفعهم كانت وحدة كانت مشي معها بنتي كانت مشي حتى ايا عندها وكانت عاونها في القناة اسمي ديك القناة لله شو الله ما عرفتها مهم يمكن قناة الاطلاس ولا ما عرفتها اها اها مشي مشكلة صافي كانت مشي عندها جاءت واحد النهار ديك نهارات قبل هذا في رمضان قبل من هذا مهم باش غدا عربة والغدليه العيد وجاول عندي وكي يحذروني قال لك تسمحي الحنان حيث ما كتديش وما كتجيش عندك وهذا واسميته حيث حذروني قلت المثمحة ومشوا بحالتهم مهم مشاول بحالتهم لا غدا ليه ديالعربة باش غدا يصبح العيد صبح الفيديو ديك هذا معا جيئت البطور حتى صفتت ليه قلت ليه كم يشوفي هاش دارت هادي وكي يبكي وكل شي كي يبكي كي واحد نعم ماذا قلت ليه مني لدي انا شي واحد وانا متحرشوا باش ينضي يقولوا لما نذكرها تروا لي شي واحد وممكن ها واحد جاء زهير هو قلت له انا زربوني قالوا لي يا قولي هالي تقول هالي تقول وانا كيش كون اواد زهير انا زهير والابن ديالك ووالدك يعني وش والدك يجي واحد براني وغيقول ليه ورش بالأبنات هم دابه هما باش يطلع القناة باش يطلع هذه القناة والدير وهما يحبهم اذا باولتر هالدراجة اما اليوتيوبرز كي يستغلوا حياتهم شخصية ويضعوا والديهم اللي يطلعوا القناة يعني فش كل المشاهدين ديالنا ما غاديش يطلعوا هادشي ايوه انتك تشوفي بنتي داك الشي اللي كاين وباش حسيس انت فيش شفتي ولادك تيخرجوا بدك تصاريح اللي انتك تقولي مكاينيش شوفي نقوليك انا ما غاديش نقولك شتا حاجة هالي اللي شابت اللي مجيت اللي جاء صفت عندها وجاتل عندي وجرات وقلتت مسكينة حتى نط حتى داروا لي الموسكور وهذا ونط وقاتلك ابدا ما نخليك شي في الدار ودات نير عندها مسكينة وطيفات لنا كل ما فطرت ماشته هيا تقولك وقلت لها ما ناكلش ما ناكل ما نضوك ما حتى حاجة والبارح كنتي قلسة والبارح كنتي قلسة ما بيك مالك تاجزوا هير والدك واعتذرلك شنو قاللك شنو يا نهضرالي دا سبيناتكم ما كانتش قدام الكاميرا شنو قال نقولليك حق في الكاميرا جاو حيت جاو كنتي طايحة حيت قالوا لي را قدي جيها هو جاي ودك شي طحت صافي مشيت غمت ودوزوه الواحد لبيت قالك صافي غاي سمحي له ذاك شي قلت لهم ودي ما ما نعرف احنا ما زالين كانتروج جاو لدي يوسف وشهامة وما بغاش علاش علاش ما علاش ما نعلمهم شي ولا هذا صافي عاود مشينا حيت مشينا يوسف وهدا اللي رتع ليهم قابلونا وقاوا كي انوضونا هو هو انتي وولدك باش يصال حكم لا ما زال قالوا خصني نشوف علاش علاش هاتش دا زعماش كل يخرطك شو كل هدي وبدك يعاود لهم وهدا تعاود لهم وقال لهم احنا انا موكاة خدم علينا وكاة الديرنا وفعلاتنا وطركاتنا ما خلاة سعمارة ما وجوجاتني ووقفات لي في السبوع وكبراتني وقراتني ودارت لي كل شي وانا عباد الله غير مقدم ولكن شكون هاد اله اختول اختول اللي قاتلوها اللي تقولها اللي تقولها اللي تقول يعني دا ما باشيش قولي باللي بنتك حرشات 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 خوها ماذا قالوا ها بتصريح هوا وهدى كنتوا تكونوا قريتوها لماذا بات الابارح تدروه لك وجوتي يصوره لماذا يغوش عندك مقبل انه ومعتدروه حتى البارح حتى تفرشات القضية حتى وقعد شو دردجة في المغرب عاد نادو جو عندك يقولك سمحينا ونادوك يتعاطف من ما انا عارفة انا ابنتي وحتى هاده السلح هاي كنت عنده هدي حتى ولو كاي اتصلوا بيودك شى سافي قالوا لك راه غادي يجي ورا هادي قلت لهم لا راه ما ندير حتى حتى يكونوا الدراري وغادي نشوف نعم جاوا الدراري حتى أنا يكون كل شي فيه بني ديهم ونعرف كل شي هما سافي ما ما خصنيش ندير شي حاجة اللي غادي تخسر لهم القاطرة ولا شي حاجة باش حتى أنا نكون في هذا يعني وخولة تقدر هات شي داع لحقاش أنا مرة كبيرة وما عندي ما عرفت شي ولا حتى حاجة فلاش غادي نتخلوا لنا نخرج ولا بغيت اللي غادي يشد لي حقي على قجرة داع لي حقي بزاف داع لي حقي أنا ما قلت لهم يصوروني ما قلت لهم يجوا عندي ما قلت لهم حتى حاجة ما قلت لهم يصوروا كم يميلوا ده ما فيه وقلت لهم يصوروا عندي وقلت لها قل يخلوا لي قلت لهم يألقAH قلت لهم قلت لهم قلت لهم قال لي راح السكنًا قلت لهم راح السكن داعي بستطيع لهم قلت لهم راح السكن لنا telling you لا قلت لهم terme some sexual sexual Queensborough واو الله يدي ألقى promised ... اهه شوية قلت لهم قال لهم أن تأثر أخليم المونده شوية ترتاح شوية تألم مساهدين الكرام نقل وقالوا لي يا ما قادي نره نولك ولا نشريه لك داك شفاش دفعت راسي أولادي وما نرني شاب مع المساكين مع المحسنين ومع الجيراني ومع أصحابتي كي يجيبوني را ديكنا هر تصوروا ولي يقولوا لي ذي كيصرفو عليو كيذا ديكنا تفجوا صوروا لي صوروا ورسووروا التواصل وصوروا هدا هاي المراه لي كيجيوا الناس يعتاوها الفلوس كاه غدا في العيد راهم تصوروا كل شي وها تشعر لشفعت راسي أنا عند هادو كل ألمساكين اللي داروا لي هاد شي في التاني فجمعوه لحطه جمعوه داروا ربعات المليون فوق الطبلة حطوها. صوروها. قالوا لك 4 مليون. أنا ما تنحسبش سافي ما عربتش حطوهم. قالوا لك 4 مليون. بدأوا يديروا لاوه هادي هادي سافي. حطوها. قالوا لك ما يقولوا ده هذي ديالتك. هذي دروها في الخنجة. دي كاسميتها. قالوا لك وانا بس يجيب الكارت ديالك. باش تدخليها على كنت ديالك. وكتلو مواخها جيت باش نجيب الكارت. عاودوا دروب ما عرف اش اش دروب فروسهم. قالوا لي يلا. ما تدخليهمش عليك انتيا. قدي تخليهم على حانان باش ميستش ركونت ديالها. انا ما عارفاش. انا وكون عارفة ما نخليهاش نقولها ديالتي انا ديك 4 مليون. غادي تديروها عليها. يعني فلوسك باش يشقولي فلوسك مشاور لكم ديال بنتك. مشاور هما اللي قالواها ليها. هما قالوا ليها غادي نديروهم باش ميستش ركونت ديال حانة. وانش يوافقت على هذا الشيء. قلت لهم اوخها هذي قلت واسف يخليهم ما شاء. زي ما قلتيني بنسي ميش مشكي ديالي ديالي ديالي. نسي وغا بس ادبنا نشري ودار ولا نديرو شي حاجة. اهه. صافي. قدرتهم على الكنت ديالها. شي ما كي. ما عارفتش ديك 4 مليون في المشاور. 4 مليون هذيك تتس فيهم. اختروا وحدة اللي جات اعطتني واحد عشرة لا بريد. ما قلت لي الاعطاها لك شي محسين ولا ما نعفاش قالت. عشرة لا بريد. صافي ومشت. قلتش انتي ما عارفتش سولت على رزقك حسرة فلوس كان. ما عارفتش سولتها بنتي. قدرت لك ديالي. دا ما انا. هذيك عشرة اربعات المليون ديالي. انا صراحة صراحة. في اللول قالوا لك احطي حقا في الكنت ديالك. قال في اللول قالوا ليا ديالك. وغادي نحطوه على حساب حانان. باش مرس تلكش الكنت. فالتالي قلت لك حانان قالوا لك راه ديالك. ديال باش تديري ديك اشك تقولولها. الشفط او لا. الشفط ديال العملية. وغاديك. صافي. بقيتها كوك. صافي كان صفر دا ما يفكروني في العيد. ما يفكروني في داشي حاجة. مجا تكتمو سعادات امي منو دائما. بسعادات شابتها لي. جابتها لي في اللول درمضان حيت قلتها لك. لانا راه ما عندي باش ندوه في درمضان. جابت لي هذا الشيء ما نقول لكم من عندهم لو ما شيء من عندهم صافي وهم بروسهم في الليل فاش داروا لي الفيديو كان شيء محسينة لايك ترخيرها وخيركم قلت لهم هاد تمشي وتشيرها تقطعوا لها كل شيء داخل و هاد شيء شهريا غادي يكون مولوده هاد المحسينة اللي دارت هاد الخير غادي تقطعوه ولا ما تقطعوش غادي تبقى دايما هما هت عطفت معاك بقيت شفيت معاك قاتلهم شهريا هاد المحسينة صافي دارت لهم شهريا غادي تبقى تصفت لهم تابا اذا كتصفت لهم الفلوس باش يشريوا التقضية وكيشدوها هما فين التقضية ديالتي اللي كتجي شهريا اللي قلتوه شهريا غادي تدير ما كيعتونيش ما كيفكروش ما ردتو عاودتو عاودتو عاودتغين الناس اللي كيدروا في يتعطل ما عندكش امي ميلي داخل قاعة ما عندكلم صرف ما عندي لي صرف عليها ولا لي ادخل عليها ولا ما عندك لوليدات اللي ما هو الطفل ما كيجيبوا ليش ما كيجيبوا لي حتى حاجة كيدخلوا عليها حتى حاجة ما كده كيي تخلو عليها حتى حاجة سافي إذا المحسينين هل لاشي تعاون يد المخسنين لاجات سافي كي التعاون معاك وسافي من بعد كنشوفو اليوتيوبر يوسف الزروالي يدخل على الخط يعني فاش أول مرة هتلقي بيوسف الزروالي الآن شنو كيفاش تاتا تعرفتي لي كيفاش عنده كيفاش بقيت فيه كيفاش دخل وفاق القديم ودخل وبقيت فيه وهذا ما زال شد فيه مبغاش يتلق الله يرضى عليه واردى عليكم كلكم هذا هو المضنون فيه وهذا وكنشكره بزاف بزاف وكنشكركم حتى انتم موتها ما وكل شي يعني كنجا عندك يوسف الزروالي ويوسف حتى أختي إيمان بنتي إيمان اللي حتى هي راه واقفة معي حتى هي وبقيت فيها بزاف راه كنشكرها حتى هي هادو راه الله يكتر خيركم وخيرهم انا قلت لك هاد شي باسميتو راه كنشكر هاد دراري وكانشكره كلكم وانتما وكانشكر هاد المرة هاد المرة هادي كنشكرها بزاف هي اللي وقفت معي وهي اللي لقيت في جنبي وهي اللي لقيت في تمرتي وكانت الديني كان أكل عندها ونشرف وتنعسني بفراشة وتغطيني وإلى مرتات توسيني من هار وقع هاد شي وقبل قاع كنا بحل خواتات وده بكملات نعم ما كانت قدرش عليها وما ما شي تعمى هادك بجيبها تشري وتعقود واتوكني ذاك الشي اللي هادك كانت الدير مسكينة بجهودها باش ناكل وما كانت قدرش ناكله حيث ما ناكل شينا ما كيأكلوش حتى هما كيهزوت تبصيل ولا الكسعة ولا هادا ويديرو راهما ننساش الخير ديلها كنشكرها للا شوم كنشكرك بزاف وراكي أعزيس عليها وهذا وهذه هي اللي كنت لكم سنقوم بعمل معها القناة على حقاش سنقوم بحال بنتي وبحال أختي وبحال هذا ما غادش تلقى بحالي وما غادش تلقى بحالها يعني امي ميلودا الآن فجأتي جمهور ديانا وحنا يعني انك غددر قنات يعني بعد تشكامل يوقعت امي ميلودا غددر قنات وغدتو اللقرب عن انتي وانتي ولله الشوم يعني غددر معها حيوة علاقتي ميلودا بالعائلة والقناة ديال محبوبة تيفي طبعا تحلي معروفة في المغرب شنو يا علاقتي بيومتي يا؟ علاقتي معهم كنت تكسعة في الأول كنت كان خدم عند الحجوي في الجرطة وكان نمشي للبصلة وكان نمشي لهادو وكان نمشي نخدم تغراضي صافي على الأول على قبيناتنا نهار فاشا دار القناة وجاء طلبني وهدي وما بغيتش علاقتي ما عرفتشو كنت تخدمت معهم؟ وبنتي را كانت تخدم معهم وكان سامعهم هي قبل مني بدأوا العرس ودك شي فاش داروا العرس وداروا سميتو راك تشوفوا كل شي السابع راحت لها تتاري والعرس اللي داروا البنتهم ووسميتو وكان نخدم معهم وداروا القناة مش حال هذه يعني احنا نعرفوا القناة كبيرة يعني داروا القناة لوينينا حد دين خدمة معهم وصافي خدمت يالتي غراضي نشي معهم البصلان نشارجي البصلان نشي نخدم في البطاطان ندير صافياتية أنا نقدي معهم كيفش بنتك كتخدم مع هاد الناس هادو كيحقو نسبة المشاهدة عالية يعني فاش كتكون نسبة المشاهدة عالية في اليوتيوب را كيكونوا ندخل عالي تاوا را را فلوس كددخل شهريا وكتقول بللي ما عندهاش يعني كتقول ما عندهاش ولكن احنا نعرفوا بني الناس اللي كتخدم معهم كيحقو نسبة المشاهدة لا تكون كتخدم فابو والله ابنتي انا ما نقولك الناس كيقولو كراء قالوا لهم كان خلصوها وانا شي ماشتوا انا ما كتعطينيش ما كتجيش عندي نهائيا كيحقو نقص ليه والزنقا ها هما الجران تخلك الجران وتسمعي لو بغيتين نجيبهم لك وتسمعي كتتخلي هنا كتجي هنا وكتعيت بشي حتى يامي كتعيتها ميلودة حتى نطلع عليها ها هي اختها را كتجيش حالما نختلها وتبغي تشوفها كتتقول تعيت وتنوض عندها تقولها ايو طلعي نشوف كتقولها لا وتمشي بحالتها ما تطلعش عندي ايدينا حيث ابنتي ما كتطلعش عندي المردت بحالة ايدينا حتى كنت اذا قمت بنيتك في اليو تبغي تبغي كلها ضريفة كتبغي انسانك تعرف حق العائلة ضريفة لاني ما جاءت الى من ربي مرحبه والا من لعب تبعته ما تحنش فيها ما تعطينيه ما تكرر بني لقد عندك المحكامة ملودة عندك شكاية تضعي تلك عودة النازلين اكثر شكاية في هذا الموضو هذا الشيكية سوف نهدر على رأسي على هذا الشيء اللي يجرى لي أنا هذه مقهورة وبزد وانا راه ما نسمحش بحقي وخايك ولي مكي غلما أعطاه لي شربي ولي مخزن على حقاش على حقاش راه ما كيدروا لي حتى حاجة دكشي باش وعدوني ما داروه لي وكانت النار بدوني مخزن يعطيوني حقي الناس كيهدروا لي داما في التليفون ومرأة هدرات لي قتلك سبعات المليون وحدا سفتات لي قتلك عشرات المليون فينا هما هاد ما وصلتني حتى حاجة ربعات المليون اللي حطوه فينا هيا دكشي ديالي وفش غادي نسمح دبانا غير إذا ما أعطاني شربي ولي مخزن إذا ما أعطاني شين كلهم تدوني الدار العجازة منتصر في شي كاية على قبل الفلوس اللي جاوك وحقاك وعلى قبل كذلك تشعير اللي تعرضت له أنا قادي ندير على ذاك شي أنا ندير على بين راهم هما اللي جاوا عندي وقالوا لي ندير ولك شي ما دالوا لي ذاك شي علاش قالوا لي ندير ولك ما جابوا ليش والناس كيتصلوا في فاسمتو كيقولوك احنا صيفتنا لهم شي كيقول لي عشرة شي كيقول لي أربعة شي كيقول لي تقريبا عشرات المليون لا أكثر على هات الحساب اللي كيقولوا لي الناس وما عرفت أنا ما شديت فيهم سوى هدرا حيث كنت هنا رفعات المليون ما عرفت رفعات المليون لأقل ممي لو دا يعني وصلتوا للمحكمة قاع الشكايات اللي نكا نشوفه الآن في هذا العام هذا وهذه السنوات الأخيرة أن العائلات لو كيرفعوا شكايات على بعضياتهم وهي بسبب الفلوس والقانوات دي اليوتيوب ما يميلوا دا ما نقدرواش نشوفه حد الصلح نهائي أو ما تنازلت مزيلة وتسمحينه في ذاكشي وترجع المياه لما جاريها وتصلحه وكل واحد يغلب يعافه كل واحد يعطي الحق دياله والاخر ويسمح في حقه والاخر وانا ما كان ندعيش بنتي ولا ولدي ولدي ما كانش قاعبات الشي ديال اسميته وبنتي ما كان أنا كان بغيت ندعي هادو كلي حرضوا بنتي وما أعطوها ما أعطوني أنا ما أعطو البنتي أنا أعطني شربي والمخزين وإلا أعطاني شربي والمخزين وإلا أعطانيش نقول هم يقيدوني ددوني لدان العجازة أخر لي من هذا ما حيت ما كانش الحق وإلا ما كانش الحق واسمت الواحد اللي غد يبقى ويطلعوا على دهور المساكنة هادو ما شغلنا لا شغلنا إلا كل شيء شوق الدلس متغدد شو إلا جيتوا تشوفوا لا شغلنا وإلا شحال من واحد يدروا له بحلقة إذا الميلودا مازالة مصرّة وشدّة في الهدرة جالها إحنا سمعنا منها واجينا وتنقلنا لعندنا وسمعنا منها ممي ميلودا شنو المشكل وشنو واقع نحن دائما مع الطرف نحن مع الطرف والطرف الآخر كيف نقول لكم دائما الخبر مقدس والتعليق حر ما زالوا نقدروا نسمعوا حق الرد ونسمعوا الطرف الآخر ونسمعوا ممي ميلودا ونسمعوا من الاخرين ما هو واقع ونعرفوا الحقيقة هنا من أجل نعرفوا الحقيقة في نمشو الفلوس والأصل المشكل فينا هذا هو الهدف جننا وانا نبين الحقيقة للناس هل تعرفوا معك وطبعا القناة التي ستضروا؟ من ستضروا؟ لا تضروا لها تضروا لها وكيف ستضروا لها ما تضروا لنا في القناة؟ ما نضركم كيف ستضروا لها ش request 嫌 untent ش Vermont لا تضروا لها سنضروا لها تضروا لك إذا أنصار存وكم في القناة نعيب علينا قصيمه ونقلب لهوا حوار حوار طبيعة الحلم بعد هذا الفيديو نقلبه لكم حوار حصري على قناة ألوانكم وقلب لهوا كلمة الممينيون meтаки ولم يتعطينا إلغان ممينيون انطلقوا لسهر ما تريد أن تقول لنا للناس التي يريدونه وتعاطفهم معك الناس التي يريدونه ويتعاطفهم معي ويشوفهم من حالتي وبقيت فيهم هذا الله يكتر خيرهم ويستر عليهم ويعاونهم الله يجعل صدر بأولادي عاونكم ويستر عليكم الله يجعل صدر بيسهل عليكم مصعب الله ينقي طريقكم الله يجعل صدر بيسهل عليكم ويرحم والديكم وفقكم الخير ويعلي درجتكم ويديركم دائما الفوق الفوق الله يقلبكم على من عادكم كلكم داخل المغرب وخريش المغرب. الله يستر عليكم. الله يعاونكم. وكان شكر يوسف سروالي وشهامة. كان مفتخر بهم بزاف بزاف بزاف. راه ولادي 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 ولادي. راه بهم راه من سواء والو. على حقاش هم اللي دابا وصلوني ان شاء الله قد يوصلوني لهذا. وهذا دراني اللي شاءوا ان شاء الله. طبيعة الحال شكرا ميمي لودا. مشاهدينا الكرام كانت هذه هي القصة دي الميمي لودا. أعطتكم كلمة اخيرة ديالها. تحقيقات ديالنا لازلت مستمرة والقضية. بدأت ألوانكم دائما كيفما كتعرفوا. ما كتنسح بشتة التوصل الحقيقة. وإلى نهاية الملف. مشاهدينا الكرام. السلام عليكم.